بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ مع بعض أعزائي الطلاب في المحاضرة الرابعة والأخيرة في الفصل الرابع والمتعلق بالأهداف التربوي نتناول في هذه المحاضرة موضوع مهم جدا وهو كيفية دراسة التعلم تعالوا نشوف إيه هو كيفية دراسة التعلم احنا تطرقنا قبل ذلك لو تتذكروا في الفصل الثاني حول طرق البحث في علم النفس التربوي واخدنا المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج التجريبي اليوم بنتعرف على إيه هي المنهج دي كلها المنهج دي كلها عبارة عن طريقة علمية بتستخدم مجموعة من الخطوات في أنها تبدأ بأنها تحدد المشكلة وتنتهي بالوصول إلى حل لهذه المشكلة من خلال تحليل النتائج من خلال التوصيات سواء المنهج التاريخي أو المنهج الوصفي أو المنهج التجريبي دي يقول لها طرق علمية تستخدم خطوات بداية من حل بداية من الشعور بالمشكلة حتى الوصول إلى النتائج لحل هذه المشكلة عندنا الأبحاث أو الدراسات اللي بتهتم بهذه الموضوعات بتنقسم إلى كسمين أساسيين كسمي بيهتم بحدوث عملية التعلم نفسه إزاي الطالب بيتعلم إزاي بيحدث تعلم داخل القاعة الدراسية ودي طبعا بيطبقوا في علم النفس معظم التجارب على استخدام الحيوان لظروف هنعرفها الآن أو لأسباب هنتعرف عليها بعد قليل وهناك أبحاث بتهدف إلى معرفة العوامل المؤثرة في التعلم اللي هي اللي بيؤثر في تعلم الطلاب هل هناك مشكلات أسرية هل هناك مشكلات شخصية هل هناك مشكلات تتعلق بالمعلم هل هناك كل ده العوامل المؤثرة في عملية التعلم هل ترجع إلى طبيعة المادة الدراسية وهكذا ودي بيطبقها على الإنسان لأنه التدخل في خصائص الإنسان والتدخل في حياته الشخصية بيبقى أقل من ما هو في المحور الأول اللي هو بيعتمد على حدوث عملية التعلم اللي بيطبقها على الحيوان لكن السؤال اللي هيطرح نفسه طبيعيا إحنا ليه بنستقدم الحيوان في تجارب التعلم أول حاجة إحنا بنستقدم الحيوان لأن طبعا من الشراع السماوية يصعب أننا نطبق على الإنسان عايز مثلا أقول أثر استقصال الفصل الأمامي من المخ على التذكر صعب أننا نطبق على الإنسان العامل الأخلاق لكن يمكن التطبيق على الحيوان بحيث أن لا يكون الهدف الأساسي هو إيذاء الحيوان ولكن يكون هدف يفيد البشرية ولا يكون الهدف هو تعذيب الحيوان النقطة الثانية أن معظم الحيوانات مهداها قصير أنا ممكن أطبق أقول انتقال الذكاء خلال خمسة أجيال وأقدر أطبق على الفئران مثلا أو على الأرانب خلال فترات زمنية أشوف انتقال عملية التذكر خلال خمسة أجيال لكن تعالى لو أنا عايز أطبق على الإنسان يبقى محتاجين إن شاء الله أنه واحد يكتب في وسيطه أوصل ورثة باستكمال الدراسة على الإنسان لو أنا عايز أدرس خمس أو عشر أجيال متتالية إذن دراسة الحيوان سهلة لأن المدى الزمن للحيوانات قصير أيضا كثرة الإنجاب لدى الحيوان أقدر أشوف أجيال ثم الأجيال اللي هو توارث الظواهر والصفات الوراثين كما أنني يمكن أن أعيد التجربة مرة واثنين وثلاثة حتى أتوصل إلى الحقائق فهذه مهمة جدا من ضمن الأشياء بكده يبنتهينا من محاضرتنا اليوم أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة